تصدرت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعا والتي وجهها نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عنوين الصحف المحلية لهذا اليوم حيث أكدت الصحف أن الخطابة جاء نبراسا ينير دروب الوطن نحو التقدم والأزدهار وأكدت الصحف المحلية أن الخطابة تضمن ثوابت دستورية ورؤية مستقبلية ستواكبها جملة من الإصلاحات السياسية لتنتقل بها البلاد إلى مرحلة جديدة بكلمات أضحت نبراسا ينير سماء دولة الكويت وخطاب جاء مباركا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ليشكل خارطة طريق سياسية تسير بها البلاد نحو ركب التقدم والإزدهار إنه الخطاب الأميري الذي ألقاه نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والذي تصدر عنوين الصحف المحلية لعدد اليوم جولتنا في عالم الصحافة المحلية نبدأها مع جريدة الرأي حيث قالت الرأي إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أعلن اتخاذ القيادة السياسية قرار حل مجلس الأمة 2020 حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة احتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية من جانبها قالت جريدة القبس إن سموه حفظه الله شدد بكلمته على أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته وأكد سموه حفظه الله على حرصه متابعة أعمال أجهزة الدولة قائما بالنصح والإرشاد للحكومة معربا عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسؤولية في تحمل الأمانة وداعيا الجميع إلى الابتعاد عن التجريح والتشكيك في الذمم أما جريدة الجريدة قالت إن الكلمة الأميرية شددت على أن الانتخابات المقبلة سيواكبها إزدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانطباط والمرجعية القانونية منع للخلاف ودرءا للتعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية من جانب آخر كتبت صحيفة النهار أن القيادة السياسية أكدت تمسكها بالدستور وثوابته واعتزازها بالشعب الكويتي باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره ثابتة على موقفها بأنها لن تغير ولن تمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب الثاني والعشرين من يونيو لعام الفين واثنين وعشرين وذكر جريدة الأنباء أن الخطاب الأميري شدد على أهمية وجود التعاون المثمر والبعد عن هدر المال والوقت وعن الخلاف والتشكيك في الذمم والتجريح والتخوين والصوت المرتفع البغي فيما عنون جريدة الوسط على صفحتها الأولى أن إرادة الأمة انتصرت وأن الخطاب دعا إلى احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعا وعدم تجاوز سلطاته الدستورية